المرض النادر كمشي لعند الطيبك يقول يمقاش العلاج عندهم هنا في المغرب مساكن وخادر المدادر راه والو وخادر المدادر مساكن راه ما كيشوفوا بهم والو مدادر أنا ما بغيت التحاجة غالب نيات ولا قاس من بلال هادم يقرأه ما بغيش يضعه مساكنه في مدرسه وتكاله وزمع معين كبار وزمع مساكن المرض الحمد لله الله مك الحمد مشاهدين الكرام متتبعي الأيام البعشرين مرحبا بكم معنا وقصة جديدة من الواقع المعاش قصة اليوم هي قصة نادية قصة عائلة بأكملها تعاني الزوج واللي هو المعيل دي الأسرة كتقول لنا نادية عاد خرج من الكومة لأسباب صحية نادية عندها إعاقة في اليد وفر جلين نادية واللي عندها كذلك جوجة البنيات كيف يفقدوا البصار من عين وحدة عندهم واحد المرض نادر احنا غنعرفوا معها القصة دي الأخليوكم معنا نادية ليشافيك أولا ليشافي الزوج ديالك منين قلسنا معاكم تي الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا ابتلاء من عند الله ولكن هذا امتحان للمشاهدين والمغربة كاملين في الكرم ديالهم والإحسان ديالهم والجود ديالهم حاولين نشنوا القصة ديالك كيفاش بداز معاك القصة نتيب لأك أختي القصة ديالي أنا في 2004 ملقبل ما كانتش ميدة سنية عادية أخذت حقي في اللعب في كل شي في 2004 صافي مرتب المعقول تصابيت بهذا المرض اللي عندي أنا في رجلية وذلك شي يموب باتيا يموب باتيا بحلوكا صافي الأطيبة مشيت في الحكم كنا ساكن في درب سلطان في الأول هاد الشي مشيت البوه فيه ونعست خمسيام طبيبة ما عرفاش اشنو عندي أعطاتني واحد للبريقة تيسير الموريزقو راتمالغا تلقي شوفي مشيت الموريزقو نعست خمسيام وهاد شي تحاليل وذلك شي من هنا يا ومن هنا تحاليل والطبيب ديالي اللي عمر ليه التار فهو مواكبني فهو حد الآن دعب مواكبني صافي هادك وخا ما عدنش حن العلاج فهو ما كيش العلاج ديالو صافي لبالعلاج ديالو كان ترجى الله سبحانه وتعلم هاد شي كامل وخاكت تاخدي الدوايات وخاكت الوالوهو أصلا صافي ما عدنش أصلا ديالو ما كيش أصلا ديال نحن شنو الحال ليك تشدك شنو وشكي واجولك رجليك يضروك شنو اللي كيوقع رجلية تنقص ليه بجوج خلي نقص يعني بدوك يدعافه بدوك يدعافه بالنسبة للألم شنو كيوقع هذا بالليل لما أضعفه ضعفه بالمعقول ورجليك اللي بالصندالة كتلح ليه ما كتقدش توقفي عليم ما مقدرش نقص في عليم خاصني لما يما الكروسة ولا ديك المشاي ولا العكاكز هذا هو المشي ديالي دا باك القاسو عوبة الحمد لله الله مر الحمد انتي قبل ما تزوجي اه قبل ما تزوج يعني انك انتي تزوجت وانتي في هاد الحالة ورجل ديالي اللي عمالي الدار تقبل وجو دارهم وتقبلوني حيت شافني ما كنت شوكك ما كنت شوكك من اللو والجيران وعارف مسكين ودارهم وذك شي والحكم واحد السيدة مسكينة عيشة هي اللي كتدع لنا وجيران وذك شي وعيشة مسكينة ما افتطعتهاش ركت تطوع جوجتي معاه بالرغم الاصابة ديالك يعني حاولتوا تديروا اسره وولدت يجوجت البنيتات وولدت البنية اللولة عندها 16 عام وصغيرة عند 11 عام وبقيت هاك كان يتعاون معاك كان يتعاوني بنيت مساكن وش البنيتات تزايدوا بهذه الملادي تزايد العين ولا تتكبروا لا تتكبروا ما تزايدوش بها هاد الشي وقع لهم بغير فرم دراسة كتبهم صبورة كتبه شوية مديرة ما كتبنش لهم زيان صافي قلت لهم لديهم الأطيبة على حسب قلت وقلت لهم مدادار وذلك شي ساعة القيت جار ومجرور لقيت لقيتها طويلة ما كتبشي العشرين غوش ونصحة ما عنديش باش نواكب معهم دارهم جميع تحاليل جميع هاداك شي خسير الحالة ناديرة بجوجات بحالة العظيم في عين واحدة تاهم لا 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 ما عندنا شخص بلت لهم كانت تاهم بصيرة كانت وني الأطيبة كلهم داروا وذلك شي قلت يمكن يكون ذلك شوية راتي ديال قديم بكري بلت لهم كانت تاهم بصيرة تاهم كانت تاهم بصيرة الوليدة بطنسيو أما البنية الاطيبة شخصهم قالوا محالة ناديرة ما عفرنا ماش ناش هادشي أصلا مساكن وخدير المدادر راوالو وخديرهم دادر مساكن نرى ما يشوفوا بموارهم دادر ما عندهم تعالقة معهم دابا داروري كيدروا كسكيطات كسكيطات على الشعاء على الشعاء مساكن وماشي في السيطاعتي أنا ما عنديش ورغم كمشي معهم في الصباح مكان جوت الخمسة تاحالين الولين وذوك الفحوصة اللي داروا الولين شنو قالوا لهم ما هي المالادي اللي عندهم داروا لهم الفحوصات تاهم كل شي طلعوا الهبوط ديما طلعوا الهبوط من الحكم هم في المدرسة مساكن صافياتك وواحد الدكتور الاخراني من الاحسن قالوا صافي شو فيش واحد اللي يعاونك اللي بنياتي بجوه يعاونك واش كين عندهم شي علاج واش خصوم شي عملية واش خصوم دوا شنو شنو اللي خاص ما كينش عندهم الدوا ما عندهمش الدوا انا بقى بحيرة حد الان بقي ما ما قلوش لي اصلا بقى حيرة حد الان قولي هاد المارض نادر اللي دوز عنده هم؟ اه بيست هاد نوع المارض نادر كمشي عند الاطباك يقولي ما قلوش العلاج عندهم هنا في المغرب ما كيش العلاج ما خليت في مشيت بيوم الاطبا بزاف 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 دي الاطبا تمحنت بزاف بشية تمحنت ترى الله يجعلهم خير الدونوب انا كنشوف الكبدة ديالتك صغارات مساكن تابعهم تابعهم وستقبل ديالهم وكيقراء ومساكن وكيف كافحوا ورغم اكوك ونشحوا قصما بالله العظيم ما قلوش عنديش جيد باش مقال كيصافي تألم وكي ندريت شي نحن عند الله اللهم على كل حمد راضي ابيل الحمد لله ما اعطانا الله سبحانه وتعالى ونبغي وعند الله في الجنة ان شاء الله الحمد لله اللهم على كل حمد نادي اليوم وش مبريتي مبريت سألعي الناس وشميعين بغاربي يشوفوا قصة ديالتي البنيات صارت وقفوا لي مع البنياتي بجوش انا مبغيت تتحاجق غير البنيات ولا قصة مبليات مباشرة 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 وكيف يشوفوا مباشرة 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 بعض البنيات مباشرة مباشرة المعرفرة مباشرة يجب أن نتكال لهم كبير ويجب أن نتكال لهم ساهم ساكن المراد الحمد لله، اللهم كلاحبت الحمد لله، وشكرا ماذا توقع وش يدرونهم عيويناتهم؟ أختي يدرونهم الآلام، يجيونهم الحريقة العين بعدها كانت ضيقة صغيرة وقدرونهم الودن والسنان، الفاسة كامل أختي وكين شدوها عندهم؟ ما عندهم شدوها وكينتهم طبيب تحاجة؟ لا يمكن أن تؤدي من المستاجلات ينظروا الدوس ديان البنيات كيف تقوموا بتدرون بالمصروف؟ كيف تقوموا بمغاربة كانت الأعمال؟ دروري، أختي وأختي غير أختي فترة سيدة نعيشة هذه المسكنة تطوع الجميع من بعد الأشخاص، ولكن بحالة هنا لديهم مسكنة تطوع لك الذي يقسم الله يجو الجيران من الله يعمل لهم الدار ساكنتهم وكرافوا علينا وكي لقلوا يشقوا لي مساكنهم ولي وقيتهم وقيت الله سبحانه وتعالى ويجييرا مساكن من مرد الراجل وقفوا معهم مساكن وهم ليشقوا لي وهم يلمطوا لي الدار وشقوا لي مساكن الله يجين بحال الأخوات عندنا في هذا الموبل صراحة الله العظم ما لقاش بحالهم الله يشافي لك بنيتك نادية الله يشافيك حسنتي ويشافي من دارك مشاهدينا الكرام كيف ما تبعتوا معنا كانت هذه قصة نادية قصة عائلة بأكملها تعاني الأمرين البنيات ما كيشوفوش بأوينة وحدة فقدوا البصار فيها الأم مقعدة معاقة من الرجلين ومن يدين والأب حالته الصحية متضهورة كنت منه أن هذا المساج يوصل لقلوبكم هذه هي العمرة وهذا هو الحج كنت منه أن المغاربة يتعاونوا مع نادية ومع البنية ديالها واللي كيعرف أي طبيب أو كيعرف أي طريق ممكن أنها تفيد بنية نادية في العلاج ديالهم من يبخلش عليهم مشاهدين الكرام نحن سنجدهم جهدنا ونسمنوا أن المغاربة كاملين يسعونوا مع نادية مشاهدين الكرام سنقوم ستسبع قصة نادية ونوافقكم دائما بالجديد مشاهدين الكرام إلى اللقاء لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد